بدنا نشوف في هذا الفيديو كيف أنا أقدر قدر المستطاع أنه أخلي جهازي الموبايل اللي معاي أقدر أخلي الحرارة تبعته ما ترتفعش كتير تكون حرارة طبيعية وكيف أتجنب هذه الأمور كلام مهم جدا جدا في هذا الفيديو لا تنسى الله يكون الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وخلينا نروح على الشرح تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسطين اليوم بدنا نيجي مع بعض نشوف شغلات مهمة جدا جدا ألا وهي أول شغلة إنه جهاز يعني أنت معك بيسخن كيف أنا بدأ أخلي جهازي ما يسخنش طيب ليش بيسخن الجهاز أقول لك ليش بيسخن خليه نبدأ واحد واحد رقم واحد الجهازي بيسخن إذا كان الجهاز محطوط في بيئة البيئة حواليه مثلا حطته في الشمس بديسخنه بديش يسخن هيسخن لو حطته واحد في الشمس بيصير مع ضربة الشمس كيف الجهاز اللي بيمتص حرارة إيش بيصير معه هيسخن أنا الجهازي بيكون ساقي السيارة وحطه على الطابلون واللهان والهان والهان والبيئة كانت يعني في شمس طبيعي دغري بيسخن بصير نار كمان وبيستهلك طاقة طبعا أكتر وبيستنزل في البطارية فأول حاجة حاول تحطه في بيئة ما يكونش فيها حرارة يعني تكون تحطه في الشمس تكون حطه في مسبح تكون حطه يعني في المسبح يعني مش في المسبح في المية تكون حطه بره مثلا على الكرسي في الشمس فحاول انه انت تحطه في بيئة ما يكونش فيها حرارة هذا رقم واحد تاني حاجة في عندي موضوع التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية وانت بتشفهاش يعني بتاع التطبيقات هي شغالة لكن هذه التلقائية هذه بتستنزف طاقة وبتعمل عملية حرارة في الجهاز فحاول انت التطبيقات هذي تشيلها اللي مش لازمة طبعا تشيلها مش خلاش يعني هي عملها لك مشاكل هي تطبيقات اغلبها هي اللي بتعمل المشاكل حاول انه تشيلها وما تخليهاش موجودة وما تعملاش عملية تفتح التطبيقات في الخلفية الا للضرورة والتشغيل التلقائي والشغل البعد هذي انا لما بستخدم الجهاز الاضاءة تبعت الشاشة الاضاءة دايما ما تخليهاش تلقائية خليها يدوية ليش؟ لانه لما تخليها تلقائية انت بدك تجبر الجهاز يشتغل تلقائي يعمل عملية اضاءة مرتفعة في الشمس واضاءة منخفضة فبالتالي انت بتجبر اجبار البطارية تستهلك واجبار الجهاز يشتغل تلقائي فانت خليها يدوي وشغلها يدوي وحاول تحط سكرينات على الشاشة اللي انت تشوف فيها في الشمس في سكرينات بتكون انت ممكن تشوف في الشمس افضل من سكرينات تانية اللي هي اللزقة او السكرينات او اللي بتحطوها على الواقع على اللي هو شاشة الموبايل والشغل المهم جدا استخدم الشاحن الاصلي انا اليوم بشحن الموبايل ماسك موبايلي وبشحنه انا بتشحن في الشاحن الاصلي إذا أنت شحنت في الشحن الأصلي أمورك لوز لوز الجهاز هيشحن صح ويفرق صح وأنا جربت كتير قبل هيك إذا شحنت في الشحن مش أصلي يوي لك يوي لك يوي لك هيصير لديك مشاكل كتير هتلاقي الجهاز بيفرق دغري وبشحن كمان دغري صار إيش يخربط بصير معه إيش بصير معه كورونا يعني بصير يخربط بصير يود في الشرق وجيب في الغرب الشحن الأصلي ضروري جدا وكمان حاول لما أنت تجيب الحماية للجهاز الحماية يعني أنت لما تجيب مثلا الحماية هذه للجهاز تجيب الحماية الصح مش تجيب حماية مثلا أنت جهازك مثلا A71 بقول لك التاجر والله في A71 ما في الشي نجيب لك واحدة على هواها يعني تكون مثلا مسكرة على السماعة مسكرة على مدخل المايك مسكرة على بصير الشو مش بالزبط جاي فبالتالي هاتف تعمل مشاكل ممكن تعمل سخونة في الجهاز فحاول تجيب الحماية الصح للجهاز الصح ودائما يعني شاومي بارك الله فيها بتحط الحمايات في الكاراتين جاهزة يعني بتكاشت تجيب حمايات جديدة عادي ما تسلك حالك بعدك والحماية اللي موجودة في الموبايلات في الكاراتين هاتف العلبة كويسة كتير كتير واستخدمها ممتازة يعني كمان مثلا هاي معاي الميت انتي هاي الحماية تبعته حماية ممتازة جدا 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 هاي الميت انتي هاي حمايته رائعة جدا جدا وحماية ضد البكتيريا ولا مش عارفش بقول عنها في واحد بقولي طب الجهاز سخت مرة وحطته في التلاجة قلت له يا وردع ليك وين حطته في التلاجة قال حطته في التلاجة يعني برد وياك اياك اياك عافل شو حطه في التلاجة لو يسخن يعني انت خلאת الجهاز جوا مية يعني صار الجهاز الحين صكرت عليه خش في التلاجة لم يعش برد لكن صار في ايش في رطوبة الجهاز بعد هيك هصير في مشاكل و gownيد وبقد يطفى كمان وقال لحق عالصيانة وافتح الجهاز في ميا والله ما دخلتو في المي يا عمي في مي هاي وفي رطوبة عفشو مش مي رطوبة عفشو رطوبة انت حطتو في التلاجة. تمام? اوعى تحطت جهاز التلاجة او تحط عليه اه يعني مش عارف جاك تعمل فيه تحطو في التلاجة غريبة الموضوع. واحد حطو في التلاجة عنجات واحد حطو في التلاجة بمزحش. ليه? عشان جهاز كان سخن. فادري بالك. لما يكون سخن حطوه في بيئة عادية في غرفة هيك. يعني مكان عادي يعني في الضلة لحاله بيبرد. حطو طفي كمان او اغلق كل التطبيقات لحاله بيبرد. صارت معي انا معي كتير صارت. الجهاز هو بحمل بسخن يعني عادي. اقول لك لو كان الجهاز حقه ان شاء الله الفين دولار. لابتوب وهو لابتوب بحمل بيسخن. وهو حقه الف وخمسمائة دولار. واتش بيه في عندي اللابتوب يعني حقه مبلغ عادي بسخن وعليه معالج ما شاء الله. فبالتالي موضوع سخونة يعني انت حاول تقلل من سخونة. يعني مش يعني تخافش يعني هو بيسخن وضعه الطبيعي هو مجهود بيعمل. تمام? في ناس بتلاقي بخبي الجهاز بخبي الجوال بخبي الموبايل من ابوه من اخوه بحطه تحت المخدة. وبحط الشاحن. تلاقيه يحطه تحت المخدة وحط الشاحن. الجهاز هيولى النار هيسخن مع كلب? هيسخن. مناش نقول ولاى النار هيسخن. فهذا غلط يعني. ولما تشحن الجهاز ما تحطوش على السرير. حطه على خشب يعني على مكتب. على اشي اجزاز على اشي خشب. يعني ما بتخليه ايش برا هيك على طاول. مش تحط لي ايها تحت المخدة. در بالك. مش عشانك ابوك ما يشوف كاش حامل الجهاز بخبيه تحت المخدة ولا تحت الحاف. هيسخن الجهاز مش مشكلة. مهم ابوك ما يشوف كاش. اهم اشي يعني. ودائما تذكر تذكر تحديسات. تحدس الجهاز اول باول. بالاخص التطبيقات. تحديس التطبيقات كمان في ناس بحدس الجهاز وبحدس التطبيقات. موجودة التطبيقات تحديسها. اتحدس التطبيقات. اتحدس اللي هو النظام تبع الموبايل. فبالتالي انت لما تعمل عملية التحديس بتاخد الابديت الاخير. لو كان في مشاكل بيتم اصلاحها. فحاول تاخد الابديت الاخير للشركة اللي انت ما اخذ منها الجهاز. سوى اي براندات اي براند من البراندات. وهيكا تقريبا حكاية اللي عندي. اذا في عنكم كمان اقتراحات اكتبولي في التعليقات. او انا جاهز. اكتبولي اي حاجة بتكوية وانا ممكن اعملكوا فيديو عنها. وانا هنا لخدمة الجميع. لخدمة اي واحد موجود على عائلة اي هاب دي في. والى اللقاء في فيديو اخر وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.